بعد أن تقطعت بهم السبل وبقوا عالقين لأيام طويلة في مدينة يوهان الصينية مركز انتشار فيروس كورونا المستجد عاد الأمل لستة وثلاثين طالبا جزائريا وعشرة تونسيين بالإضافة لعدد من الليبيين الأمل في مغادرة الصين بعد أن أعلنت السلطات الجزائرية إرسالها طائرة لإعادتهم إلى كل من الجزائر وتونس وليبيا وتأتي هذه الخطوة بعد استجابة الجزائر لمطالب السلطات التونسية والليبيا بمساعدتها في استقدام مواطنيها العالقين في يوهان كما هيئت وزارة الصحة الجزائرية مرافق خاصة لاستقبال الطلب في العاصمة حيث سيتابعهم فريق طبي متخصص لمدة 14 يوما كاملة وهي الفترة التي يحتضن فيها الجسم الفيروس قبل ظهوره وذلك حماية لصحتهم وسحة المواطنين في دولهم هذا من المتوقع أن تعود هذه الطائرة خلال الساعات القادمة إلى الأراضي الجزائرية بعد رحلة قد تصل إلى 12 ساعة متتالية من جهة أخرى ورغم أن الدول المغاربية لم تسجل إلى حد الآن أي إصابة بفيروس كورونا المستجد إلا أنها اتخذت جملة من الإجراءات تحسبا لظهوره على أراضيها فالجزائر أكدت أنها وضعت استراتيجية وطنية للوقاية من الوباء تتمثل بالأساس في وضع أجهزة خاصة وكاميرات حرارية لإجراء فحوصات على القادمين من المناطق التي مسها الفيروس وتجهيز أقسام خاصة بالمستشفيات الجزائرية أما في تونس فقد أعلنت وزارة الصحة فيها أنه قد تم وضع كاميرات لقياس درجة الحرارة عن بعد للمسافرين الوافدين من الصين والتي ستمكن من رصد أي حالة يشتبه في إصابتها هذا بالإضافة إلى نشر فرق طبية بالمطارات وتخصيص مقر سري لإيواء أي مشتبه به في حمله للفيروس